ألف وخمسمائة طالب وطالب سوريين اجتمعوا في جامعة الزرقاء في الأردن لهدف واحد ألا وهو التسجيل لمنحة دراسية لاستكمال دراستهم الجامعية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم الطلب السوريين مشروع ايديو سيريا هو مرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم جهود طلب السوريين والأردنيين اللي حابين كاملوا دراستهم العالية في الأردن في الحقيقة الاتحاد الأوروبي بوفر في الدورة الأولى 400 منحة للطلاب السوريين والأردنيين اللي حابين كاملوا دراستهم في الدورة الثانية إن شاء الله ألف منحة دعم أوروبي خوفا من أن ينمو جيل ضائع خاصة وأن الشباب السوري له دور حاسم في إعادة إعمار سوريا ومستقبلها وللإسهام في أن يكون للجيل الشاب أفاق مستقبلية أنا بتمنى أني أدرس صحافة وإعلام وأتمنى لأنه إحنا مثل ما تفضلتي نحن جيل النهضة وجيل العلم وجيل العلم بدوا عن إسلاح وما في مجال لهالدولة أنت كيف فينك أنك تبني دولة بدون علم الطلاب السوريون الذين اضطرتهم الظروف إلى ترك دراستهم الجامعية بسبب الظروف في وطنهم سوريا لهم الأولوية للحصول على المنحة شرط أن تكون لديه كل الوثائق الشخصية سارية المفعول والشهادات الأصلية المطلوبة للتسجيل الجامعي حبيت اليوم أقدم على المنحة سمعت عنها طبعا كان فيه منح تانية بس التخصصات ما كانت تناسبني اليوم المنحة كثير فيها تخصصات حلوة وتخصصات متاحة للكل فحبيت أقدم عليها واليوم إن شاء الله أنه جاي أقدم تخصص صحافة وإعلام ما في قلية محددة بس قالوا أنه أهم شيء أنه تكون الأوراق السبوتية تكون موجودة معك بس هذا سعرف أن هذا أهم شيء يعني الأوراق السبوتية تكون معك والمعدل يكون بأحليك لتدخل التخصص لأنت بدك يا الشباب السوري الذي خسرته أرضه يحاول ما استطاع أن ينمي قدراته ليحاول العودة إلى سوريا متعالما معمرا لها الطلاب السوريون في الأردن بعد حصولهم على شهادة الثانوية العامة يبقى حلمهم باستكمال دراستهم الجامعية مرتبط إما بمنحة أو بداعم رانيا حمور أوريانت نيوز محافظة الزرقاء